السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشهدين النهاردة هنتكلم على قسم من أهم أقسام التعليم الصناعي بشكل كبير جدا النهاردة هنتكلم على قسم نقارة الأساس قسم نقارة الأساس يا جماعة من الأقسام المهمة في التعليم الصناعي اللي نتعرف من خلالها النهاردة القسم بتكلم على إيه؟ بيتكون من إيه؟ النهاردة هنتكلم على الأخشاب التركيب الصناعية القسم بيتكلم على إيه؟ القسم بيتكلم على إيه؟ النهاردة كمان هنتكلم على جزء مهم جدا الناس اللي في العدرية طلباتنا اللي في العدرية دي اللي داخلين على التعليم الفني هنعرفهم على القسم محتويات المنهج وهننفذ معاهم تمرين من التمرين المهمة جدا اللي هي من مكونات نجارة الأساس قسم نجارة الأساس بيشمل حجرات النوم، الصفرة، المكتب، الصالون أي حاجة فيها أساس بتتصنع من الخشب خاصة بقسم نجارة الأساس طيب أول حاجة عشان نتكلم على قسم نجارة الأساس لازم نعرف القسم بيتكون المنتجات بتاعتنا كلها خشبية كرسي، سرير، مكتب، مكتبة الكلام ده كله من المنتجات بتاعتنا جارة الأساس طيب نتعرف على الأخشاب، عندنا أخشاب صلبة وأخشاب لينة الأخشاب الصلبة زي الزين والبلوط والأرض الأخشاب اللينة زي الصنوبر الأصفر والأبيض طبعا الصنوبر ده اللي احنا بنقول عليه خشب المسكي ليه مقاسات لازم نعرفها؟ لازم نعرف الناس بالقسم من خلال الأخشاب من خلال أهميته في المجتمع وإزاي نستفاد به في الحياة طاعة النهاردة بنخاطب وليه الأمر؟ بنخاطب واحد عايز يتعلم مهنة بنخاطب أي طالب هيخش على ندنا من سنة أولى طيب تعال نشوف تمرين كده ونشوف الخطوات بتاعته هنستعمل فيها الميكانة هنستخدم فيها إزاي بنعمل مؤيسات إزاي بنعمل خطوات لكرسي كامل هنتعرف من خلال إن احنا بنعمل قطعات بنتعرف إن احنا من خلال مؤيسة وهنتفرج على فيديو للكلام دو طريق التنفيذ كورسي عندنا الكورسي بيتكون من ضهر أربع أرجل قاعدة أرجل أمامية زائد التنجيد طبعا طيب ده المقايز بتاعت الكورسي الارتفاع بتاعته 95 القاعدة بتاعته اللي هو العمق بتاعته 45 ظهر الكورسي 38 الجزء الخالفي من الكورسي 42 هنا الرجل هنا مسلوبة أو عدلة مش هتختلف مع بعض تعال نبص على قطاع أفق الكورسي عندي الرؤوس الخلفية وعندي الرؤوس الأمامية بتربطها عوارض خشب عرضي عندنا هنا الزوي عندنا هنا نسبة الميل بتاعت الكورسي عندنا الارباع اللي مسكين بيها الكورسي تعال نبص بشكل أوضح على القطاع بتاعنا هنا نقر والسان غير نافد وهنا نقر والسان غير نافد هنا نقر والسان جاي على زاوية 45 وهنا الجزء اللي بيمسك الرؤوس الطولية بالرؤوس العرضية تعال نشوف ليها منظور ده الجزء بتاع الأمامي أو بتاع الخلفي وهنا المتاليت أو الزاوية اللي تمسك الجنبين مع بع تعال نشوف كشف حصر الخشب الزام اللي احنا من خلاله هنعرف الأخشاب الموجودة في الكورسي عندي خشب زام قطع هنطلعها من قطع واحدة شق خيط في النص هنا العرض يبقى 22 هنا السمكة يبقى 3 و 2 عندي رؤوس أمامية وخلفية للقعدة عندي عدد أساسي 2 عدد القطع 1 دي تتقسم لتنين برضو شق في نص العرض وهنطلع منها الطول 45 العرض 15 2 و 6 السمك طب تعال هنا العدد أساسي 2 عدد قطع 1 رؤوس جنبية 45 الطول 15 العرض 2 و 6 طبعا يا جماعة 2 و 6 دوت مقاس بعد التصفية يعني المقاس دوت بنحطه في الجدول بعد التصفية هو بيبقى أزيان من كده ولكن بنصفية على ال 2 و 6 رؤوس الضهر عندنا 2 نشق خيط في نص العرض هيطلع لنا 1 38 طول 15 عرض 2 و 6 ده السمك تعال للزوايا عندي أربع زوايا هنجيب حتة ربعة ونقسمها عن طريق الـ X هنطلعها من حتة واحدة هتطلع معي اسمها متاليت هتطلع من قطع واحدة أربع زوايا الطول عندي يبقى 40 15 في 2 و 6 تعالوا نبص هنا التقسيم بتاعتنا ده يت الأرجل الأمامية بنشق الخط اللي احنا قلنا عدد أساسي 2 بتطلع من قطع واحدة ده الضهر بتاعنا نسبة الميل بتاعته اللي هي معمولة على نظام الأرجو ميكس ماشي ماشي الطول بتاعها هيبقى متر العرض بتاعها هيبقى 22 طبعا بتناخد عرض عالي عشان نبدأ نحنا نطهر الجزء دوت ونجيب دية من قطع واحدة عشان ما تبقاش ضعيفة عندي هنا المقاس يلزم لتفصيل الأرجل الأمامية قطع مقاس 50 في 12 في 6 طبعا ما هنا الخلفية بتبقى أطول بتبقى متر دية الأمامية بتبقى 50 قبل ما أخش في التفاصيل بتاعت الشغل بتاعنا الكورس دوت من أهم المنتجات بتاعت نجارة الأساس الكورس يا جماعة ليه نسب اسمها علم الأرجوميكس ده مش في الكورس ده في السرير وفي الدولاب على حسب أطوال الإنسان العادي قطع الأساس ما بتتعملش أي مقاس وخلاص هي بتتعمل مناسبة لراحة الإنسان على حسب طوله وعلى حسب الاستخدام وعلى حسب المكان اللي هتتحط فيه طبعا في الأوان الأخيرة دي المساحات بتاعت المساكن قدرنا أن نحنا نعمل قطع أساس بتخش في قلب بعضها موفرة لأماكن زي المناضد المتحركة زي إن إحنا بنعمل تصميم سريع بيخش في قلب الدولاب بتسريحة نفس القصة طبعا نجارة الأساس من الأقسام اللي هي ما فيش بيت ولا مكتب ولا أي مكان بنقدر نستغنى عن أي منتج عنه لأن المنتجات الخشبية جماعة بالنسبة للمنزل قضة نوم صفرة صالون بالنسبة للمكتب مكاني لعملك المكتب المكتبة الكرسي بالنسبة لقرية سياحية بالنسبة لأي مكان هو قسم مهم جدا طيب القسم دوة جماعة إحنا اللي إحنا عرضنا دلوقتي دوة مؤيسة لكرسي طيب أنا عشان أعلم واحد من الصفر لغاية ما يطلع منتج معايا زي الكرسي اللي إحنا شايفينه دوت إحنا الطالب اللي بيخش عندنا سنة أولى بيدرس مادة اسمها معدات بيدرس العدد اليدوية بجميع أنواعها باستخداماتها بيدرس الخامات بيدرس طبعا الأخشاب والأشجار وإزاي إن إحنا بنطلع الخشب بتاعنا عشان نقدر نستخدمه في المنتجات بتاعتنا ثالث حاجة بيدرسها مادة العمليات اللي هي بتجمع ما بين مادة المعدات ومادة الخامات ويقدر ينفذ بيها تعشيئة طبعا تعشيئات الأولية زي النقر واللسان والخدوش بجميع أنواعها ده إحنا بنعلمها للطالب في سنة أولى عشان يبدأ يبقى ملمة بالتعشيئات إزاي قطعة الخشب بتتركب إزاي إن أنا بستخدم المعدة بتاعتي في تركيب أو تشكيل قطعة الخشب إزاي إن أنا بستخدم المعدة في نوعية خشب مناسبة يعني خشب صلب أو خشب لين طبعا الكلام دوت في سنة أولى طبعا مع السلامة المهنية في مادة الأمن الصناعي وبندعم الكلام دوت بالرسم الفني عشان الطالب عندنا لما يخش سنة أولى قسم انجارة الأساس بيبدأ إن هو الأفق بتاعته تبقى واسعة ويقدر إن هو يبقى يتعلم إزاي يعمل شكل مسدس شكل متمن شكل مخمس بالأدوات الهندسية ما يلجأش لمكتب هندسي لإن إحنا بنطلع طالب متكامل طيب تعالى نقول إن إحنا بعد كده بننتقل لسنة تانية وبيدرس معاها مادة اسمها مؤيسات أو التخطيط وإدارة إنتاج بنعرف الطالب إزاي يعمل خط إنتاج كامل إزاي بيطلع مؤيسة يوظف الخامة بتاعته بدون تهدير بيقدر يتعرف على مقاسات الخشب بيقدر يتعرف إزاي العدد من يدوية يبدأ يدخل فيها الميكانة إلى حد ما زي الربو اليدوية المتنطلة والصناية المتنطلة حاجات بتبقى أقرب للمكينات بالقهربة بيبدأ إن هو يدعم بيها شغله بتخش مادة العمليات عندنا كمان في المنهج بتاع الصف التاني وبيبدأ إن الطالب عندنا يعرف الارتباطات اللازمة للتصميم قط النوم قط الصفرة الأنتريه مكوناتها محتوياتها تركبها الصناعية اللي هو درسها في سنة أولى يبدأ الطالب عندنا يخش على الداهنات إزاي إن هو بعد ما يخلص الكلام ده كله يركب يبدأ يدهم إزاي لو أنا عندي كورسي زي دوة ينجده إزاي إن هو يعمل له إشرة ده كله في منهج العمليات بتاعة سنة تانية إزاي إن أنا أعمل عملية ثانية للأخشاب طبعا لازق الإشرة إحنا ما بنلجأش لدهاء أستورجي أو لإشراجي الكلام دوة بنعلمه للطالب من الألف للياء أنواع الإشرة الأخشاب اللي بتستخرج منها طريقة استخراجها ألوانها أنواعها كل الكلام دوة الطالب عندنا في سنة تانية بيعرفوا طبعا بندعم معاه إن إحنا بنخش فيه مادة الخامات للسنة التانية على التوالي بيعرف من خلال مادة الخامات أنواع الخشب المصنعة والنص مصنعة نص مصنعة زي خشب الكنتر بلاكيه المسدب اللي بيفضل مشواره طويل لغاية ما بيخلص معنا ودوة من أهم الأخشاب اللي إحنا بنستخدمها لا يغني عن الأخشاب الطبعية ولكن بيساعد بشكل كبير جدا بنبدأ نخش على الـ MDF والHDF والLDF متوسط الكسافة وعالي الكسافة وقليل الكسافة وإزاي إن هو بيبدأ يطبق الكلام دوة عنده في التخصص ويبدأ ياخد منه أخشاب ويستخدمها للاستهلاك في قسم نجارة الأساس بيبدأ نخش معاه مادة الرسم بتبقى بشكل تاني بنبدأ نربي عنده حتة التخيل التخيل دوة إن إحنا بنمسي قطعة الأساس بنعلمه إزاي بيقطع قطعة الأساس ويتخيل التركيب الصناعي الأرصى مع الجنب الأطوع الرف القاع مع الجنب الدرج بيتكون من إيه طريق التحريك وإزاي التركيب الصناعي بتاعته طبعا الكلام دوة بيدرسه من خلال مادة الرسم الفني بيبدأ إن هو يعرف يفرق ما بين الخشب الطبيعي ليه تركيب والخشب الصناعي ليه تركيب تانية بيبدأ يخش منهج الصف التالت اللي هو بيبدأ نطلع إنسان كامل أو ماهر بمعنى إن إحنا بنديله الماكينات بجميع أنواعها إزاي إن هو يستخدم الماكينات بشكل كامل عشان يقدر يخش في مادة الخامات يدخل الخشب اللي هو درسه في سنة أولى وسنة تانية ويبدأ إن هو ينفذ منتج بيبدأ عندنا كمان الطالب يتعرف من خلال الماكينات دي هي بتشتغل إزاي احتياطاتها مكوناتها الوظائف اللي بتقوم بيها وبندربه كمان على الماكينات بشكل كبير تعالوا نخش على مادة الخامات وبنقول مادة الخامات بتبقى لها شكل مختلف شوية بتدرس معنا الخاردوات اللي هي مفصلات أو عقوب أو مقابد أو مجاري كتبان كل أنواع الخاردوات اللي هو اللي بنقول عليها الأكسيسور سواء أساسي أو لتحريك العلبة عندنا العلبة اللي هي بنقصد بيها أي مكون من مكونات نجارة الأساس بنتسميها عندنا علبة طبعا الخاردوات دي بيدرسها بشكل مفصل رسمها طريقة بيعها استخدامها قول الكلام ده وترخامة اللي بتصنع عينها الكلام ده طالب سنة تالتة بيدرسه بشكل مفصل بيبدأ برضو مادة المؤيسات تدعم ان هو ازاي يعمل مؤيسة بشكل تفصيلي ويطلع منها كشف حصر ويطلع منها مخطط ويطلع منها كمية الكلام ده كله الطلبة عندنا بتدرسه بشكل كبير جدا بيبدأ ان نخش معاه بمادة اسمها مادة الزخارف التخصصية المادة دي بيدرسها الحفر والخرط والتطعيم ونجارة الاساس طبعا بيبدأ ان هو يتعرف على تاريخ الفن وازاي القطع الاساس فيه التاريخ عندنا اثرت بشكل كبير جدا عندنا فيه نجارة الاساس بتبدأ ان هو يشوف طراز فرعوني طراز اسلامي طراز انجليزي وازاي ان احنا بنبدأ نطبق الكلام اللي هو التاريخ دوت فيه قطع الاساس وبيبدأ يدعمنا قسم طبعا الحفر والخرط والتطعيم فيه المنتجات بتاعة قسم نجارة الاساس طبعا اقسام لا تقل اهمية عن قسم نجارة الاساس ولكنها بتخدم بشكل كبير جدا سواء هاعمل قيمة هالجأ لقسم الحفر هاعمل شغل خرط سواء مشربيات او ارجل او برامق هالجأ لقسم الخرط هاعمل شغل تطعيم اللي هو شغل تصديق صدف او شغل عاج هالجأ لقسم التطعيم والمركتري طبعا الاقسام دي كلها بتخدم قسم نجارة الاساس بشكل كبير طيب اللي احنا اخدناه النهاردة احنا اخدنا نموذج عشان نشوف ازاي احنا بنطبق عليه الشغل بتاع قسم نجارة الاساس بشكل كبير جدا وهو الكرسي طبعا الكرسي لا يخلو اي مكان من استخدامه طبعا انت ما بتعملش ما بتجيبش خشب وتركبه كده وخلاص طبعا انت بتعرف تركيب صناعية هجمع القعدة بنقرة ولسان الشكلات هتتعمل بنقرة ولسان النافذ ها الظهرة هتجمع بالنقرة ولسان طبعا انت ممكن تدخل خدوش تانية ونقور تانية في الشغل بتاعنا وهنتعرف النهاردة ازاي بنعمل الكرسي على الميكانة من خلال الفيديو هنقدمه لحضراتكم ونعرف ان قسم نجارة الاساس في التعليم الصناعي من الاقسام المهمة جدا واللي الطالب حتى لو ما اشتغلش بيها بعد التخرج بيعرف يستفاد بيها في الحياة العملية بشكل كبير جدا في اصلاح اي منتج عنده او انشاء اي منتج عنده ممكن يستفاد بيه ويفيد بيه المجتمع ويفيد بيه الاسرة بشكل كبير جدا نرجع للموضوعنا تاني احنا الكرسي بدأنا فيه وقلنا خلال اخشابه قلنا مؤيسة عنه هنشوف دلوقتي الفيديو هل يوضح لنا تنفيذ الكرسي على الميكانة وازاي بنجمعه هنا بيت تكملة المؤيسة بنقول ان احنا عندي رأسة من الميل القعدة عندي رأسة خلفية عندي ده طبعا تفصيل الطالب عندنا او اي حد ممكن يشوف التفصيل او المخطط التفصيل يقدر يفصل منه ازاي رؤوس جانبية او رؤوس للدهرة او رؤوس امامية للقعدة او رؤوس خلفية وازاي ان هو بيحسب الكمية ويطلع الناتج بتاعه يحسب كام قطعة خدها وبعد كده بيطلعها بالسانط المتر وبعد كده عشان يطلعها بالمتر المكعب بيقسم الرقم اللي طلع دوت ماشي على مية في مية في مية بيطلع له متر المكعب بيطلع بالنسبة تقريبية عشان يبدأ ان هو يشتغل عليها تعالوا نبص هنا ده شكل الكورس عندنا جماعة اهوت طبعا بعد الشغل بتاعه هنشوف هنا ماكينة الصينية بنبدأ نقطع عليها طبعا ماكينة الصينية ديت يا جماعة من المكينات المهمة جدا في شغل انجارة الاساس بنقدر نعتمد عليها بشكل كلي في عملية تقطيع الاخشاب طبعا احنا شغالين بخشب الموسكي الصورة اللي قدامنا ديت بنبدأ نشؤ قطعة الخشب عشان نعمل منها الرؤوس الارجل الخلفية وبعد كده الارجل الامامية زي ما احنا قلنا ان الارجل الخلفية هنجيبها من خشب متر الارجل الامامية هنجيبها من خمسين تعالوا نبص كده كمان على الجزئين بتوع الظهر العرضتين تعالوا ونبص كمان ديت السواسات اللي احنا هنبدأ نعملها اللي هي موجودة في الخلف طبعا ديت رؤوس طولية ورؤوس عرضية لو الكورسي عندنا ربع بنبدأ ان احنا بتسهل عنها كتير طبعا اللي قدامنا ديت ما كان اسمها ما كانت قربوه بتقدر تعملنا مسح وجه وحرف طبعا ممكن نستخدمها في جميع الاتجاهات زي ما احنا شايفين في الفيديو معنا طبعا ديت الجزئية ديت لازم نعرف ان الطالب ما بيشتغلش عن مكان دوت اللي في الفرقة الثالثة بعد احترافية شديدة جدا لما يعرف اختار الماكينة ويعرف يستخدمها وبيشوف المدرس بتاعه بتدرب عليها مرة واثنين قبل ما يخش على التدريب عليها طيب تعالوا نبص على مكانة التخانة ديت مكانة التخانة عندنا بيبدأ يحدد العروض بتاعة الخشب كله ان هي بتحدد لنا الجزء بتاع سمك الخشب عشان لو هعمل نقر ولسان ما تبقاش فيه حاجة اكبر من حاجة مكان التخانة طبعا المكان دوت بنقول عليه مكان متوسط ولا هو بدائي ولا هو حديث ولكن مكان بيعمل بشكل كبير جدا الشغل زي ما احنا شايفين بيبدأ يعمل عملية تقصيب ويبدأ يقس وهيبدأ يقسم قطعة الخشب بيعمل تقصيب تاني نفس الكلام طبعا اللي احنا شايفينه هنا قدامنا دوت دليل للطول بيوسع او يدايا على حسب الاطوال اللي احنا عايزينها بيبدأ برضو ديت عبرية تقصيب عشان الرجل بتاعة الكرسي تبقى مظبوطة ما تطلعش فيها اي نسبة ميل طبعا هنا جهزنا الرؤوس الطولية الخلفية والامامية للكرسي هنا هنخش برضو تاني وهيعمل عملية تقصيب للسواسات وهنخش بعد كده عش شكلات طبعا الماكنة بنستخدمها بحرص جديد جدا عشان الماكنة اللي مش متضرب عليها بتبقى خطر بالنسباله وبتمسل خطورة على اي انسان هنا بنبص برضو قصب عشان ما تبقاش فيه اجزاء طويلة وبيبدأ ان هو يحدد الاطوال بتاعة الاخشاب تعالى هنا دوت مفحار ودوت النحى التانية مفحار تمام ده بيتعمل على ماكنة الصينية الصينية بص مش برزة بروز جامل على حسب المفحار بتاعنا عملوا من الاربع اتجاهات المفحار دوت بيبقى تلت التخانة تلت وتلت والتلت اللي في النص طبعا هو اللي ماسك ما بينهم بيبدأ يجيب زاوية عشان يبدأ ان هو نشوف فيه تنوير في الشغل بتاعنا ولا لأ وبيبدأ يعلم على حسب الطول اللي هو عايزه تمام طبعا اللي احنا عملناها دوت اسمها شانكاشة بلغة السوق اللي هي بيشغبط على الاجزاء اللي هي هيستخدمها طبعا الافضل ان انت تستخدم انا مرصاص نجاري في الشغل بتاعنا بدأ يمسك ديت اسمها اللي قدامنا ديت اسمها امطة طبعا ممكن تستخدم زرجينة طبعا اي حاجة هتضم الخشب على بعضه طبعا هو بيعمل عملية ضم الخشب عشان مفيش ترحيل اثناء عملية العلامة طبعا ده بيطلع الشغل بتتدقى عالية وما بيطلعش عندنا لانك انت وارد جدا ان انت وانت بتعلم ان قطعة الخشب بتاعتك تتحرك طبعا هنا قسم عندنا النص في كل حاجة بعد معلم هنخش هنا على مكان اسمها المنقار المنقار ديت يا جماعة بتعمل عملية النقر عشان يركب فيه اللسان بيبدأ يخش زي ما احنا شايفين كده بمطة من الاول للاخر وبعد كده يوصلهم عشان يعمل عملية النقر طبعا ديت عشان تركب فيها العوارض بتاعت الخشب ديت ديت طبعا دي الرأس او الرجل الخلفية عملنا فيها كم نقر جماعة عملنا فيها اربع نور واحد اتنين تلاتة اربعة في الامامية بنعمل نقرين بس خلاص ديت عشان استوسات من تحت وعشان نركب رؤوس طولية ورؤوس العرضية مع بعضها هنا بيعمل برضو نقر داخل بيقابل النقر اللي احنا شفناه المرة اللي فاتت في العملية اللي فاتت عشان يبدأ ان هو يقابل معاها عملية تركيب الاربع اتجاهات يبقى هو نقر عمل عملية نقر للرأس الامامية من اتجاهين و الخلفية من اتجاهين عشان يبدأ يركب الاربع زوايا مع بعض هنا دوت المفحار اللي احنا عملناه شايفين زي ما احنا شايفين اهوة تمام طبعا حرص جديد جدا وانت بتستخدم المكينة طبعا احتياطات السلامة المهنية بنستخدمها او بنعلمها لابناءنا الطلبة عشان طبعا السلامة المهنية ديت من الحاجات المهمة عندنا في عملنا او الحاجات اللي احنا بنبدأ نوعي بيها ابناءنا الطلبة في قسم منجرة الاساس من الحاجات المهمة جدا اللي بنقدر ان احنا من خلالها من خلال منهج كامل خلال الفرقة الاولى والفرقة التانية طبعا ده عملنا عملية تلسين للجزء التاني وبدأنا عملية تركيب لللسان بص اللسان هنا طبعا ده اللسان ممكن تعمله لنقره لسان عادي او تعمله بربع عدلة زي ما احنا شايفين بيطهر جزء اللي احنا مش عايزينه عشان تبقى تخش في النقر بعملية احكام وطبعا ديت بتدي قوة وبتانة للشغل بتاعنا تعال هنا برضو دوت لسان من الاتجاهين بيبدأ يلف اللسان من خلال مبرض تمام او من خلال حتة الصنفرة او من خلال على حسب الامكانيات المتاحة عندك طبعا طريقة ادخال النقر في اللسان زي ما احنا شايفين تمام دي طريقة تجميع اولية طبعا طريقة التجميع هتبقى بالغرى والمصمار لان بتدي قوة متانة وصلابة ليه ديت طبعا احنا شايفينا ديت بونتة روتر بونتة روتر الراوتر عندنا ده بيدي شكل حليا للمشغولة الخشبية طبعا ده مكنة الراوتر عندنا جماعة زي ما احنا شايفين في التسجة طبعا مكنة بداية جدا ملكم مطور من تحت او روتر حرة الحركة طبعا عندنا اللي بتقوم بالعملية ديت مكنة اسمها مكينة الحلية مكينة الايه الحلية بيبدأ ان هو يقصر سوكة او يعمل شكل فيه قطعة الخشب بالشكل اللي انتو شايفينه دوت قصر سوكة تمام او يعمل الشكل اللي هو عايزه طبعا الحلية بتختلف عندنا جاي وعندنا خشخان وعندنا بسطوم كل ديت انواع حلية زي ما انت عايز ولكن في الكرسي يفضل ان الحلية تبقى كسر سوكة ما تبقاش فيها او اشكال كتيرة عشان استعمال الكرسي مش متطلب فيه الكلام دوت احنا ممكن نعمل نجمل الكرسي عن طريق التنجيد مش عن طريق الحلية طبعا الكلام دوت لو طالب مبتدئ بنبدأ نتعامل في النقر واللسان عن طريق السحقة والسراء والعدد اليدوية وبنبدأ نخلي الطلبة بتوعنا في سنة اولى ان هما ينفزوا ما يخشش على الميكانة على طول بحيس لو ما توفرش الميكانة يقدر ان الطالب عندنا يتعامل مع العدد اليدوية وينفذ برضو الكلام اللي احنا شايفينه دوت من خلال عدد يدوية مش شرط ان احنا نصعبها على الناس طيب عندنا كمان ان انا ممكن كسر السوكة دوت اعمله بمبرد لو انا مش متوفر عندي روتر بقدر ان انا اقصر السوكة عندي طيب هنا احنا جهزنا الروس الطولية والروس الخلفية بيبدأ عملية صنفرة مطرح عملية النقر لعشان بيطلع عملية ريش اثناء عملية النقر لقطعة الخشب وما تعملش حاجة اسمها تشليعة بيبدأ عشان ما تعملش فجوة ما بين النقر واللسان طبعا دوت اللي قدامنا دوت غيره ابيض بنبدأ غيره ابيض شفاف لو الكرسى عندنا معمول بخشب صلب طبعا احنا البدايل بتاعت الغيره دوت كتير جدا ممكن نستخدم غيره حيواني اللي هو بنقول عليه غيره حمص او غيره السمك طبعا غيره الابيض دوت من افضل انواع الغيره الغيرهات الصناعية اللي احنا ممكن نستخدمها في نجارة الاساس طبعا بيشيل الزيادات عشان ما تعملش شكل كبير طبعا هنا عملية التجميع بتاعت الجزء الامامي طبعا ديت اسمها زرجينة بيبدأ يجمع عليها عشان يضبط الشغل بتاعنا بالشكل اللي انت شايفه دوت تمام وبيضغطوا بحيس ان يطلع فوارغ الغيره الموجودة بيبدأ يشوف بالزاوية القايمة الجزء عنده نور بتجمع صح ولا فيها تنويرة طبعا لو فيها تنويرة بيبدأ يزبطها بالأدوم او بالشكوش بحيس انه يزبط حيث جسمها زبط زاوية طبعا ده مصمار اسمه مصمار صنارة هيبدأ ان هو يسبت المصمار طبعا المصمار لو لاحظنا ان هو ما بيدقوش لغاية الاخر عشان المصمار دوت هيتفك تاني خلاص طبعا بعد ما نشفت هنفك جميع المصمار المصمار ما بيقاش شكله كويس طبعا بيعمل عملية سنبكة للمكان مطرح شيل نزع المصمار هنجي هنا نعمل عملية تغرية تاني لجزء تاني الخلفية مع الرؤوس اهيت زي ما احنا شايفين نفس الكلام اللي احنا عملناه في الامامية طبعا اللي احنا شايفينه دوت الشعير بتاعة الظهر الشعيرة بتاعة الظهر اللي هي بنقول عليها المسند او الظهر ديت الجزء بتاع الشعيرة اللي تحت اهوت زي ما احنا شايفين ديت المسند بتاعة الظهر وديت الرؤوس الطولية والرؤوس العرضية موجودة هيت عشان نبدأ نجمع الكورس عندنا طبعا بيبدأ يزبط زوايا تاني عشان الكورس ما يطلعش فيه لوحة لازم يزبط الزبط ديت بحاجة اسمها زاوية قيمة دي من عدد الادوات اللي بيقدر الطالب عندنا يستخدمها في الفرقة الاولى برضو اكد على المقاس عندنا وبيقدر يشدها على قمطة او زرجينة الكلاب ده كله بيقوم بنفس غرض طبعا نفس العملية اللي احنا قمنا بيها قبل كده اللي هي عملية ان احنا بنصمر مصمار عشان يثبت النقر بحيس لو حد عدى من جنب الزرجينة ولا حاجة ما 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 تفتلش معنا وبيبدأ يشيل مكان المصمار بشكل كبير جدا بيضغط الجزء الامامي برضو وهيبدأ انه يعمل له عملية التسمير بمصمار مش منتاي عشان يقدر يعمل له عملية نزع مرة تانية نبدأ نطهر مكان اجزاء المثامير بالشكل اللي احنا شايفينه دوت هنبدأ بقى نعمل تجميع ثالث وهو احنا ما احنا جينا قلنا احنا عملنا النقر من الاتجاه الداخلي ومنوش الخشب في السمك وفي العرض بتاع الخشب ده النقر الاولين اللي دخل فيه اللي سن دوت وده النقر التاني بيبدأ يجمعها برضو عشان نزبط الشغل بتاعنا نبتدي ان احنا نعمل زوايا تاني كل مرة جماعة بنزبط فيها الزوايا عشان عملية الترحيل طيب ما طلعتش مظبوطة بنبدأ بنعمل ادوم خشب او شكوش وبنبدأ ان احنا بنرحل على الزرجين وبعد كده بنضغط عليها عشان نطلع زيادة الغيرة تمام عملنا عملنا عملية تسمير خفيف وبعد كده بننزع المسامير مرة تانية طبعا بنشيل الزيادات بتاعة الغيرة ده هنا جمعنا الكرسي هنبدأ نعمل القاعدة بتاعتنا على حسب بقى الخشب لو عرضه 15 بنبدأ نستخدم 3 حتة 20 بنستخدم 3 حتة لو اقل بنستخدم اكتر وبنبدأ نشوفهم نبدأ نعملهم على مكنة الربو تاني مكنة الربو ده لها استخدام تعمل عملية مسح وش وحرف ولكن ممكن نعمل عليها الجنب طبعا تمرير قطعة الخشب على مكنة الربو لعملية تأكيد الاستعدال بتاع وش وحرف الخشب احنا كده عملنا وش وحرف ده اسم وش ودي حرف والقطع التالتة زي ما احنا شايفين كده هنبدأ ناخد التلات قطع وندخلهم على مكنة التخانة عشان تصبط لنا التخانة في الوش التاني طبعا احنا مكنة التخانة دي وظيفتها ان هي بتشتغل بعد ما كانت قربو بنبدأ نعمل تحدد لنا التخانات عشان متبقاش في جزء عالي جزء واطي وبتثبط لنا الشغل بنعمل عملية تقصيب تاني بعد عملية التخانة تقصيب ده بنشيل الزيادات بحيس انهم وكلهم لو فيها ملي او اتنين ملي نقدر نشيلها زي ما احنا شايفين بعد كده خلاص كده الوشين بقى ونضاف جدا عملنا عملية تقصيب هنبدأ نجمعهم على الكورس زي ما احنا شايفين طبعا الكورس من المهارات المهمة جدا اللي هي بتميز اي حد فاهم في انجارة الاساس وفيش استغناء عنه في اي مكان سواء منزل او عمل او جامعة او مدرسة او اي حاجة مهم جدا وعليه استهلاك كبير جدا الناس طبعا فيه ناس بتعملوا من الزين او الموسكت زي ما احنا شغالين طبعا بالتركيب الصناعية بتبقى قوية جدا ما ينفعش ان انا استخدم خشب mdf لو بنقول عليه خشب صناعي لان الخشب الصناعي عندنا جماعة ما بيبقاش مجدي طبعا اللي هو عمل ودوة عمل حاجة اسمها خلب او زاوية عشان يخلق عملية الزاوية اللي احنا شفناها ديت عشان يقدر ان يجمع معنا يخش فيه الارجل الخلفية طبعا بدأ يستخدم مكانة الروتر عشان يكسر سوكة تاني ده اسمه البونط الموجودة اسمها كسر سوكة عشان الحفة بتاعت الخشب ما تبقاش طبعا احنا لو عندنا عدة يدوية قولنا ان احنا ممكن نستخدم هنا جماعة هنبدأ نجمع قعدة الكرسي بيعمل لها عملية صنفرة طبعا مش شرط الصنفرة اللي هي الساروخ ديت ممكن الصنفرة الدبابة او الصنفرة القرص دوت بيقدل غرض معنا بعد عملية الصنفرة طبعا شايفين الزاوية اللي احنا شايفينها ديت ده الجزء اللي يدخل فيه الارجل الخلفية دية القاعدة بتاعت الكرسي هيبدأ يزبطها بالامطة طبعا حتة التغرية بتاعت الكرسي بهمة جدا شوف الحتة اللي احنا عملناها جماعة طبعا يحدد القطر بتاعت عشان ما يدخلش بالامطة ازياد من اللزوم عمل لها تحديد عشان يركب مسامير بصوا جماعة الفرق بتاعت الحليا وطبعا كسر السوكة دوت بيدي منظر رائع بيسقط غيرها عندنا زي ما احنا شايفين كده عشان يبدأ يركب عملية المصمار طبعا المصمار لما بتسقط له غيرها او كويلة بتبقى هنا طبعا سبته بكويل كويل اللي احنا قدامنا دية بتبقى قطعة خشبة من لفها على مكينة الحلية على مكينة الحلية او مكينة المخرطة تمام هنا بدأ يدعم كمان بمسامير زي ما احنا شايفين بيبدأ يشيل الزيادات اللي هي موجودة من الكويل الخشبية عشان يخش في مرحلة التشطيب مهم جدا يا جماعة ان انت تطلع منتج جيد طبعا ده كرسي بعد ما خلص معنا بالشكل بتاعه دوت ده كرسي معمول من الموسكي طبعا ممكن يتعامل من الزيان على حسب الاستخدام بتاعه الاستخدام مهم جدا في شغلنا ان انت ازاي تتعرف على الشغل بشكل كبير جدا طيب نرجع لموضوعنا تاني يا جماعة احنا اتعرفنا ازاي بنعمل كرسي من الالف للياء ولكن استخدمنا فيه الميكانة بشكل كبير جدا حد من اولياء الامور هيسألني هو ابن هيوصل للمستوى دوت لا هيوصل اعلى من كده كمان طيب انا ازاي اعمل كرسي ابن سنة اولة لسه صنايع قسم النجارة الاساس ازاي يا مستر هينفذ الكرسي دوت اولا تعالى ونقول اللي هي عملية النقر ديت احنا بناخد عدد يدوية يعني بناخد عدد يدوية بناخد منقر وبناخد ازميل وبناخد سحقة وبيدرس سراء ضهر وبيدرس زاوية وزاوية كستلة عشان يقدر يجيب بيها الزواية المختلفة بيبدأ الطالب عندنا يدرس العدد دي طيب العدد اللي هو بيدرس دولة مصر هيستخدمها ازاي اولا احنا عندنا شقين جزء نظري وجزء عملي الجزء النظري نتعرف عليه بشكل مفصل وهي مادة الرسم الفني مادة العمليات مادة الخمات مادة المعدات مادة الامنة الامن والسلامة المهنية اللي هي الامن والصناعي طيب المواد دي كلها بتخدم على بعضها يعني أنا لما يجي في مادة المعدات ابدأ ادرس لطالب السنة اولى العدد اليدوية مفصلة زي الشاكوش عدد الطرق بجميع انواعها سواء شاكوش او الادوم سواء خشبية او معدنية بيبدأ عدد العلام والقياس عدد العلام والقياس بتبدأ من المتر المعدني المتر الخشبي الزوايا الكلام ده كله طبعا الحاجات اللي هو بدرس الطالب السنة اولى دي بتفيد ه طبعا لما الاخشاب اللي هو درس سواء خشب صلب او خشب لين بيقدر ان هو يوظف الشغل بتاعه او الخشب بتاعه اللي هو استخدمه في عملية الدراسة بتاعت سنة اولى نبدأ نخش معاه بمرحلة مهمة جدا وعملية التعشيء او التجميع الحاجات البسيطة طيب زي ايه مستر قال لي ان انا عندي بدرس الخدوش بجميع انواعها والنقور بجميع انواعها يعني ان انا بدرس خدش نص على نص عدل في الزاوية تمام خدش نص على نص حرف تي غنفاري خدش نص على نص بالتقاطع في الوسط خدش نص على نص بالتقاطع في التخانة طب الحاجات دي هتتفيدوا بايه كل اللي احنا بنعمله سواء في كرسي او في دلاب او في اي حاجة بيقدر انه هو يستخدم التعشي بشكل كبير جدا لان النجارة عبارة عن تركيب صناعية يعني بيدرس التركيب الصناعية طب التركيب الصناعية دي هتخاصة بالخشب الطبيعي طيب الخشب الصناعي ليه تركيب تانية لان كل خشب ليه مواصفات ومقاييس معينة طيب لما نجي نتكلم على الخشب الطبيعي التركيب بتاعته مثلا القرصة مع جمب هتتجمع بايه قال لي بكعب غنفاري دي الحمامة بيد وحدة خلاص طيب أطوع هتجمع بايه قال لي هتجمع بكعب غنفاري جرار بيدين طيب أرصى مع جمب هتتجمع بايه قال لي هتتجمع بطريقتين الطريقة الأولينية إن أنا أجمع كعب غنفاري نص ظاهر لإما مغطي تمام على حسب الاستخدام برضو وعلى حسب طيب أنا الطالب بتاع سانولة دوت هينفذ الكلام دوت بينفذ الكلام دوت بنرسموله فيه النظري وبينزل هو تحت فيه العمل ينفذ الكلام دوت يستخدم نوعية الخشب وبيبدأ يستخدم العدة في التنفيذ تمام يعني العدة اللي هو بيقدر يستخدمها عنده في التنفيذ ديت زي الأزميل زي المنقار زي السحقة زي الشكوش زي الأدوم كل الكلام اللي احنا بنقوله دوت يا جماعة الطالب عندنا بيقدر إن هو يستخدمه بشكل مفصل في الورشة عنده وبيبدأ يجمع في التعشيق الأولية طيب التعشيق الأولية ديت هتفيده في إيه التعشيق الأولية ديت إنه يعرف التركيب الصناعية اللي هتنبدأ نعمل بها سكرسي طيب كورسي دوت زي دوت هعمل بيه إيه قال لعملية التقصيب ديت عن طريق ساحقة أو سرق ضهر أو سرق تمساح طيب الحاجات ديت مسمياتها مختلفة واستخداماتها مختلفة ولكن كلهم خاصين بعدد القطعة خلاص طيب الساحقة وظفتها في عملية الشرح تمام سرق الظهر في عملية القطعة طيب سرق تمساح في عملية القطعة الطويل اللي هو ما تقدرش ولا سرق الظهر ولا ساحقة تقدر تجيب السمك الكبير أو الأطوال بيبدأ الطالب نراعي مع الكلام ده كله الأمن والسلامة المهنية اللي هو نقدر نقوله ديت خطرها كذا أنه أنت بتحط العدة كذا بنحطها في أماكن معينة إزاي لو حصل حاجة في الورشة تقدر أنه أنت تعمل عملية هروب من مكان معين إزاي تتوقع يعني تقي أكتار المكينة الكلام ده مدرس النظري بيقولهوله مدرس العملي بيبدأ يطبقهوله نظام السفتي كامل في الورشة طيب أنا طالب عندي بتاع سنة أولى اتعلم تعشي اتعلم خامة تعلم معدة بتنفذ خلاص يبقى خامة ومعدة قدروا أنه هما ينفذوا من خلال مادة اسمها العملية طيب أنا كل الحاجة اللي عندي مش شرط أنها تبقى مستطيلة أو مربعة ولكن أنا عندي مادة لازم تتخدم وهي مادة الرسم الفني أو مادة التخيل مادة الرسم الفني يا جماعة أو الرسم الهندسي بيبدأ من خلالها أن يشوف يبدأ يطبق الكلام دو على الورق أنه هو يعمل مصاق التلاتة منظور يقدر أنه هو يتخيل قطعة الخشب بحيث أن يتربي عنده حتة موهبة لايه الرسم خلاص طيب أنا محتاج شكل مسدس الطالب هيعمله إزاي لازم أن الطالب يلجأ لعملية الرسم الهندسي الرسم الهندسي هو اللي هيخليه يعمل أي شكل غير مألوف غير المستطيل وغير المربع زي أن الأشكال الأساسية ده أساسية عندنا أنه نعلمها له ولكن بيبدأ أن الطالب يتعلم أشكال مختلفة أنا عايز أعمل شوك يعني شكل على شكل مسدس كرسي طرابيز منضضة شكل على عابله قويمة على الدولاب عايز أعمل طاولة عايز أعمل أي حاجة طبعا مش هيلجأ أنه هو يخش على الكمبيوتر ويبدأ يرسم الكلام ده كله لازم يبقى عنده المهارة والحس الفني أنه هو يعمل كلام دو طيب هو كده اتعلم إزاي ينفذ الحاجات دي يتيدوية من خلال المواد التلاتة دولة ومن خلال المادة الرابعة هي المادة التخيل نيجي ندعمه تاني بحتة تانية وهي سنة تانية طب دي مرحلة خلصنا منها يخش تانية يبدأ يوظف العدة اليدوية والميكانة في وقت واحد تمام اللي هو بيبدأ يدرس الرابون المتنقلة الصناية المتنقلة المسقاب كل الكلام دو بيدرسه عن طريق أختاره استعمالاته بيبدأ يخش في خامة جديدة اللي هي الأخشاب النص مصنعة والأخشاب المصنعة وطريقة تصنعها وطريقة استخراجها طريقة خشب الكونتر بلاكي المسدب إزاي استخداماته وكل خشب يا جماعة لازم نعرفه الاستعمالات بتاعته لإني أنا عندي في المطبخ مثلا مش هستخدم MDF عندي أبخرة والكلام دا كل طيب الطالب هي عرف كلام دوت من خلال التركيبة الصناعية أو من خلال التركيبة العضوية للخشب خشب الـ MDF تركيبة عضوية هشة بمجرد أن بيتيجي على بخار مية أو كلام دا كله ما ينفعش يستخدم في المطابق هيعمل عملية تفويش حتى يقولك ده خشب ضعيف ولكن فيه منه خشب على الكسافة طيب ممكن أستخدمه في إيه الخشب دوت ممكن أستخدمه في القوطة بتاعت الدولاب في الأرفف الحاجات اللي مهي على هاش تحميل خلاص أو الدولف ممكن أعمل عليه شغل الضالفة مع لهاش تحميل هي محورية من تكتبالك فبنقدر أن إحنا من خلال خشب النص مصنع أو المصنع كامل المصنع الكامل اللي هو الـ MDF أو النص المصنع اللي هو الأقوى منه اللي هو المسدب بيبدأ يعرف التكوين التكوينات بتاعه بيبدأ يتعرف على مع نفس الفرقة التانية كمان على التركيب الصناعية إن أنا إزاي في الخشب الكنتر بتاعي أقدر إن أنا أركب تركيبة صناعية زي الكويلة زي الصمارة في تجميع قطعة الأساس طيب بعد ما أتعلم التركيب الصناعية دي طيب عندي أقدر إن أنا أدمج ما بين خشبين في قطعة واحدة زي إيه زي مثلا كومدينو أو دولاب أو تسريحة أو أي حاجة طيب الكلام دوت إن أنا ممكن أدمج الخشب النص مصنع اللي هو عندي خشب الكنتر بلاكي أو الخشب المصنع اللي هو خشب الامدف أو السولوتيكس مع خشب الزين طيب الزين هنستخدمه في إيه نستخدمه في الحاجات اللي عليها تحريك كتير وعليها حعمل كتير طيب زي إيه مستر قال لي زي السيكرتورة السيكرتورة دي اللي هي بنقول عليها القعدة بتاعة قطعة الأساس قطعة الأساس عندنا لازم تتحمل على حاجة صلبة فنضطر إن إحنا نقعدها على قشب زين طيب إيه تاني قال للأدراج الأدراج دي جزء متحامل وبنقدر إن إحنا من خلالهم نحط محتويات أي حاجة عندنا طيب الأدراج ليها تركيب صناعية معينة آه ليها تركيب صناعية معينة طيب ليه لإنه عليه حمل وعليه ضغط طيب بتجمع بيه مستر عشان نبقى فاهمين برضو الدرج دول إيه خلع الدرج من عندك نوكومودينو الحياة بتاعتنا جزء تطبيقي بحث يعني أنت بتخش البيت عندك بتلاقي الكلام اللي أنا بقوله لك دوت متنفذ معاك على أرض الواقع يعني أنت لو دخلت البيت عندك دلوقتي هتلاقي فيه سرير وهتلاقي فيه دلاب هتلاقي فيه كومودينو هتلاقي فيه تصريحة هتفق الدرج بتاعك وتبدأ تشوف المحتويات بتاعته إيه ومكوناته إيه بيتكون من جنبين وضهر وجه وقاعة طيب التركيبة الصناعية قالك أن الوجه مع الجنب بيتجمع بكعب غنفاري نص ظاهر طيب الجزء المخفي جوه قالك بكعب غنفاري ظاهر مش تفرق معي لأن الجزء الداخلي دوت ما بيطلعش الدرج لغاية الآخر فمش مهم أما الجزء نص ظاهر عشان يبقى الجزء قداماني بنراعي فيه الحتة الجمالية طيب الدرج عليه استخدام كبير جدا لو عملته أم ديف بيبقى ضعيف وبيبدأ يتفكت من بعضه زي ما احنا بنشوف فيه أن هو ما بيقدرش يستحمل مصمار بيبقى التركيب بتاعته تركيب ضعيفة جدا تمام طيب تعالى ليه الفرانتون الفرانتون ده بيبقى شكل جمالي برضو بنقدر أن احنا ندخل فيه قسم الحفر وبيبدأ يعمل فيه شغل القيمة طيب الأواطيع بتاعت أي دلاب عندنا بتتعامل من إيه قالك خلص بقى مش تفرق معي يعني مش تفرق معي يعني عملت بخشب مصنع ماشي زي السولوتيكس والمدف والهدشي ديف واللدف ماشي عملت بخشب الكنتر بلاكيه بجميع أنواعه مفيش أي مشكلة عملت بخشب طبيعي عن طريق اللحمات والواصلات الصناعية مفيش أي مشكلة ولكن احنا بنفضل المسطحات اللي هي الخشب النص المصنع أو المصنع في قطع الأساس عشان بتقدر أن هي توفر معانا وبتقدر أن هي تحمينا في قطع الأساس الكبيرة بدل ما ألجأ لعمليات صناعية وتكلفة وقهربة ومكان والكلام ده كله ببدأ أن أنا ألجأ لعملية الخشب النص مصنع أو الخشب المصنع في عملية الأرفف وعملية الأواطيع في قطعة الأساس اللي هي موجودة عندي بشكل كبير طيب تعالا همه ونتكلم بقى على علم الأرجوميكس علم الأرجوميكس ده يا جماعة علم كبير جدا قدر أن هو يحدد به أو يقنن به المصمم أن هو يدرس قص من جارة الأساس طبعا علم الأرجوميكس ده مش خاص بأن قص من جارة الأساس بس ده خاص بأي مجال إحنا بنخش تمام بيبدأ يدرس الإنسان الأطوال بتاعت الإنسان استخداماته أستخدم كورس مكتب هستخدم تسريحة هستخدم سريحة هبدأ أننا من خلال الحاجات دي أننا أبدأ المقاييز بتاعتنا بتاعت القطعة الأساس اللي أنا ببدأ أستخدمها بشكل كبير جدا طبعا يا جماعة مادة نجارة الأساس أو قسم نجارة الأساس من الأقسام الكبيرة جدا اللي إحنا نممكن نستفاد بيها طبعا استمتعت بحضراتكم النهاردة يارب نكون قدرنا إن إحنا نوصل بشكل كبير جدا الجزء الخاص بالتعريف على قسم نجارة الأساس طبعا في الحلقات اللي جاية هنبدأ نتعرف على منتج تاني بتعريف أكتر بالشكل مفصل ونعرف إن الفرقة الثالثة إزاي بنتعامل معها وإزاي بتدرس المي كما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته